ازاي ايكو عاملين ايه يارب تكونوا بخير الوصفة النهاردة سريعة جدا في التفتيح البنات اللي عايزة بشرة تفتح بسرعة جدا جدا وترجع بشرتها زي ما كانت الاول الوصفة بتاعت النهاردة جميلة جدا وتستحق مليون لايك يلا لو اول مرة تشوف الفيديو بتاعنا انزل اشتركي معنا في القناة عشان تبهي من اول المتابعين وتشوفي كل وصفاتنا وعمليلي احلى لايك زيك علشان تشوفي كل الوصفات وفيديو يوصل بتاعنا الاكبر عدد من البنات وكلهم يستفادوا وكلنا نستفيد يلا بينا نشوف ايه هي الوصفة بتاعتنا الجميلة اللي بتفتح بسرعة اول وصفة نكحة مضمونة متجربة 100% وكل وصفاتنا النكحة 100% اللي بشرتهم فيها مشاكل البشرة اللي فيها حبوب الوصفتين دول هايلين جدا جدا انا هنا معايا رضة الرضة اللي هي بتاعت العيش الاصمر عادي رضة عاديا من العطار جميلة جدا في الوصفات وحلوة قوي 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 كمان بترهد البشرة وبتخلي ما فيهاش بقع حبوب كده اللي بتاعت الحبوب في بقع كده بتبقى اصر حباية اصر حاجة بيلغيها تماما بيقدع عليها هحط عليها كمان معلقة من العسل طبعا العسل بيهد البشرة بينقر بشرة بيخلي البشرة نعمة بيخلي البشرة سحية كمان غير الغزة والفواد اللي البشرتك هتاخدها من العسل فهنقلبهم كويس جدا كده مع بعض على قد ما بنقدر انهما مش هتقلبهم لازم يكون معهم حاجة سيلة حاجة كده بس بسيطة لو ان انا اخلي العسل يبقى سيل كده سنا معاه هبدأ بعد كده حط معاهم معلقة من الحليب اي نوع حليب مش هيفرق انا هحط حليب عادي معلب اي هحط كده حوالي معلقتين المعلقة دي صغيرة اوي فانا هنحط منها تلات معلقة انما انت ممكن معلقة من الصغيرة بتاعت الشاي هتحط منها معلقتين حسب ما بتحسي ان العموما الخلطة اي لينة معيك يعني كده هتحتاج كمان معايا معلقة انا هو بصو يعني كده هتحتاج كمان معايا معلقة فانت حسب ما انت بتحطي يعني انت وانت بتحطي حط الاول معلقتين لو حسيت انها محتاجة وليينة معيك تمام مش اللي هي سيلة لأ ليينة كده جميلة يعني اللي هي زي ما هتشوف الكوان بتاحها كده كريمي هم حاجة بس اقلبهم كويس جدا ان كل ما بنقلب الوصفة كل ما بتدينا زي ما قلتلك قبل كده النتيجة مضمونة مية في المية فالوصفة لما بتتقلب كل الخلطة بتتخش في بعضها وكل حاجة بتاخد منها وبتديكي فوايدها انا كده هنا بقلبهم اهو كويس الوصفة دي بنات رائعة رائعة للبشرة بجد ومشاكلها حلوة جدا البنات اللي عايزة وصفات سريعة جدا وبتاخد منها نتيجة مضمونة مية في المية في التفتيح الوصفة دي هيلة جدا 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 هحط بقى المفرش ويلا نبدأ نعملها انا هبدأ ان انا عملها على قدية الاتنين واعملها على بشرة الاول وصفة دي بصوا انا قدية نشفة جدا الشيتة طبعا بيخليها صعبا مهما الرطب بس طبعا غسيل المواعين بقى او توجبات البيت ونكل شوية بنقصر ايدينا للصلاة والحاجات دي كلها فبتنشف ايدينا وبتخليها نشفة فانا بقى اه خلوكوا بس مركزيني ان ايدي شكلها عاملة ازاي عشان هنشوف بعد كده قدينها هتبقى عاملة ازاي فدايما لازم الوصفات لازم اعملها على قدية الاتنين علشان اخد الترتيب الكامل وبعملها على بشريتي ورقبتي انا هنا هبدأ ان انا افرقهم كويس جدا عايزة بقى ان ايدي تشرب كل الوصفة يعني انا عايزة كل الوصفة ايدي تشربها بالشكل ده اللبن طبعا مفيد جدا 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 بيدي ترتيب بيدي تفتيح بيدي نعومة بيشيل التصبغات اللبن من الحاجات الجميلة اللي احنا حطناها فيه العسل العسل بيهد البشرة ويرطب البشرة وينقل البشرة الرده من الحاجات الجميلة اللي بتشيل الشوائب بتشيل اي بقع بتشيل اي تصبغات اي حبوب شباب اي حاجة مشكلة في بشرتك بتشيلها فمن اجمل الحاجات برضو الرده طبعا لو حابة تزودي سنة من اللمون مفيش مشكلة بس انا طبعا عشان معظم وصفاتي كلها باللمون فانا حطيت الوصفة دي من غير اللمون عشان البنات اللي بشرتها بتبقى فيها حساسية او حبوب او حاجات من دي لغيت اللمون تماما لان هي كده كافية آآ غزة مية في المية مش محتاجة لمون اهو انا عملتها هروح اعمل وشي وهسيبها تنشف هنا نشفت شوية بسيطة هبدأ بقى ان انا اسيبها تنشف خالص هنا ابتدت تنشف معي ستاة عشر دقايق وابتدت تنشف هبدأ ان انا ادعك تاني عشان اخد كل الفويد انا عايز داها ربع ساعة آآ على ما تنشف تماما بسوا يعني نفضل كده طول ما احنا عاملين المسك نفضل نعمل كده ان نخلي بشرتنا كلها تشرب الوصفة غيري انها تشرب الوصفة بنجرد دورة دموية كمان بنخلي البشرة آآ شايفين شايفين الفرق من الاول دلوقتي نعمة وحسانا هادية بصوا يعني فرق طبعا شاسع شاسع نجل نخش على الوصفة التانية سريعة آآ برضك دي هعملها على ايدي وبشرتي دي بقى آآ غيزة ترتيب نقاء حاجات كتير جدا هقول لكم عليها هنا انا معي بياض بيضة البياض البد من اجمل الحاجات يا بينات في المسكوت بيفتح البشرة بيزيل اي شوائب بيزيل اي بقع لو عندك رؤوس سودة بيزيلها تماما البياض البيض من الحاجات الجميلة جدا اللي بتفعلا بتغز البشرة عندي هنا معلقة ممسوحة من البيكنج بودر البيكنج بودر من الحاجات السريعة جدا في تفتح البشرة من اجمل الحاجات كمان اللي بتخلي تدخل في المسام تنظفها بعمق من اجمل الحاجات فعلا البيكنج بودر من اجمل الحاجات اللي انت دخليها في الوصفات البيكنج بودر وصفة رائعة 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 بجد من اجمل الوصفات هنا هقلب كويس جدا هنحس انها تبدأ بصو تعمل معايا على هيئة فوم وكلاكية اما حاجة هنقلب كويس والافضل يكون بشوكة عشان الشوكة هتخليها معانا مفتتة من بعضها فانا هنا برضك هجيب شوكة واحاول ان انا نقلب انها هتبدأ تعمل معايا فوم زي ما احنا شايفيني لان البيت والبيكنج بودر بيتفاعلوا مع بعض فبيدينا النتيجة المطلوبة فلازم اقلب الاتنين دول كويس جدا الاول قبل ما حطت اي مكون تاني عليها عشان انا عايزة البيت والبيكنج بودر لما يتفاعلوا يدوني تفاعل في بشريتي يشلولي بقى الرؤوس السعودة يشلولي قصر الحبوب يكو الحباية اللي كانت قديمة وعملالي مثلا دمل او بقعة في بشريتي او في جسمي فده يعمل معانا اي حاجة فده هيكوهنة ويتهرهنة تماما انا كده بقلبهم زي ما احنا شايفين بصتوا بقى معايا عامل زي الفوم الرغاوي بالشكل ده فمن الوصفة دي روعة 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 هتعجيبك جدا ومن افضل الحاجات السريعة جدا اللي هتفتح معاك البشرة لو انت مستعجلة في تفتيح البشرة هنا بقى بعد ما استخدمنا البيكنج بودر وبياض البيت هياخد معلقة من النشا طبعا النشا هنا قرب يخلص معايا فلما اجيب ان النشا من اكتر الحاجات اللي باستخدمها في الوصفات لان من افضل الحاجات واسرع الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا طبعا البينات اللي بتفتكر هتفتح اللي هي تبقى مثلا صمرة يعني انا صمرة مش بيضة لما فاكرة ان انت هتفتحي اشتا والبياض اللي هو البياض لا مفيش حاجة اسمها كده انت ربنا خلقك بلون معين فانت الوصفة بتديكي درجة التفتيح الملحوظ اللي هو مثلا تنوري يبقى بشرتك طبيعية ومنورة من فتحة افتحت يعني كانت سمرت من الشمس والاتريبة والحاجات دي كلها فهتنوري ان انت ترجع البشرتك الطبيعية مش هتبقى من صمرة لبيضة انت مش سحر دي حاجة ربنا خلقك بيها انسجة ربنا خلقك بيها وقلوانات ربنا خلقك بيها مفيش حاجة اسمها ان انا ابقى صمرة وهبقى قشطة مفيش كده او ممكن نسمر اكتر من الشمس من الدنيا نفتحه ونرجع لدرجتنا الاساسية اللي ربنا خلقنا بيها هنا بقى انا معايا لبان الدكر لبان الدكر ده كل جن طبيعي 100% حاجة من الحاجات اللي فعلا بتديكي غزة للبشرة تفتيح وينور بشرتك بيرجع بشرتك ويرجع الانسجة لطبيعتها لو انت اسمرت من اي حاجة لو في بقعم في بشرتك لو في تسبغات لو في حب شباب اي مشكلة في بشرتك فعلا فعلا لبان الدكر ده بيمشيها تماما مع الاستعمال وممكن نستخدمه كتونر وهقولكو علي انا نقعته في ميا من بالليل حطيت حبة في حبة ميا ونقعته وسبته لتاني يوم انا عايزة الميا ده بقى شكله بعد ما نقعناه وخدنا الميا انا هياخد منه هنا معلقتين في الوصة بتاعتنا ان الوصة بتاعتنا سيلة طبعا يا سلام لو الوصة بتاعتنا فيها كتل يعني زي مثلا وصفة الدقيق وصفة اللبن وصفة نشا بس كلام ده كله تخلطيها بهم بتاخد كمية اكبر من الميا بتاعت اللبن الدكر هايلا 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 انا هنا حطيت معلقتين بس طبعا دول كافيين برضك مع الوصفة انهم هيدوني نتيجة مطلوبة هنا بقى انا حطيت لمون عشان احط الوصفة تبقى متكملة للتفتيح وتبقى سريعة معايا للنتيجة اللي هنشوفها في اخر الفيديو فعلا يعني الوصفة فعلا هتبقى رائعة في التفتيح انا طبعا من غسل المواعين ومن خروجي كتير والشمس والحاجات دي كلها بتخلي بشريتي مسمرة يعني عن بشريتي الاساسية فانا بعمل الوصفات اللي تديني تفتيح لبشريتي ترجعني لبشريتي الطبيعية هنا بقى انا معايا زيت لوز او فيت فيتامين اي الفيتامين اللي انت عايزة اي حاجة من اللي عندي جميلة لتنين استخدمين انا هستخدم زيت لوز الزيت اللوز من الحاجات الجميلة جدا لتفتيح البشرة كمان من الحاجات اللي بترتب البشرة من الحاجات اللي بتهد البشرة من اجمل الحاجات فعلا زيت اللوز فزيت اللوز يبنات من الحاجات الفعلى الروعة جدا او فيتامين اي اي حاجة عندك استخدميها يعني المتاحة انا هنا حطيت حوالي نصف معلقة صغيرة من زيت اللوز كده الوصفة ماشاء الله روعة وغدا كل الفوائد وغدا كل الغيزة وغدا كل الترتيب وغدا كل حاجة منها يعني 100% الوصفة دي بنستخدمها مرة واحدة في الاسبوع هنا بقى هبدأ ان انا ادهن ايدي انا هعمل ايدي اللي اتنين وهعمل بشرتي زي ما قلتلك واهم حاجة لما بنيجي نعمل البشرة يا بنات نعمل رقابتنا اهم حاجة هنا بقى انا هبدأ ان انا افرده كويس على ايدي هنا انا مليت ايدي خالص هسيبه ينشف عملت ايدي اللي اتنين زي ما احنا شايفين اهم حاجة نسيبهم ببناتني ينشفه انا سيبتهم حوالي 10 دقيقة ينشفه بعد كده برجع ان انا برضك ادهن تاني لو انا حابة الطبقة تبقى سميكة لو حابة ان الطبقة تبقى عادية زي ما انا عاملها انا عاملها طبقة عادية لان استمار اللي عندي مش كتير استمار اللي عندي حاجات بسيطة فانا عملت طبقتين بس انت حابة تحطي طبقة بعد كل ما بتنشف عشان تاخدي فرق احسن تمام التمام انا هنا خلاص دهنت ايدي ودعكتها زي ما احنا شايفين يلا بقى نشوف بعد كده هنفرقها ازاي سيبها الغيطة ما تنشف تماما وهنا خلاص نشفت معايا سبتها حوالي ربع ساعة وبص ونشفت بقت عاملة ازاي هبدأ ان انا افرقها كويس جدا هتطلع معايا وبر كده كتير هيخلي بصي شايفا اظن يعني ممكن تكوني شايفا شايفين الوبر ده بيطلع كل الحاجة اللي بتبقى في بشرتك لو في بقى شعر صغير لو في عندك وبر مثلا تسبغات زي حاجات دي كلها ده كله بيشيله تماما وبيزيل لو انت في حاجات ما بتوصلش بالليفة لو انت بتاخد الشوار بتاعك فالليفة ما بتوصلهاش انها تاخدها كلها فالوصفة دي هتشيل معاك اي حاجة لو في جسمك مش نجيفة بتشيلها تماما بتخلي ايديك موردة وجسمك مورد حمار كده طبيعي يعني شايفين انا ادايا حمرت من دعكة جميلة جدا خلاص كده انا شطفتها شايفين اظن الفرق واضح طبعا لقيت اللي انا دعكتها محمرة جدا فعشان كده بينا انها عاملة خالص فشايفين عايز اقولك بقى بص النعومة نعومة وترتيب وفعلا حاجة جميلة جدا بعد الوصفة دي جماعة لازم نعمل ترتيب كويس جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة